من حاجات اللي النهاردة حصلت الإشعات أو الشائعات كان فيه لاعب يتقال النسو محمد حمدي والمبيلات لعب في قتلتكم مدريد وإنه كان عنده الجنسية المصرية والأسبانية ناس تتدولت هذا الأمر النهاردة وتلعب حاجة فيك صفحة فيك يعني وإن اللاعب يقول إنه هو انضم للمنتخب الأسباني عشان ما لقاش رغبة من المنتخب المصري في ضمه وتلعت إشاعم يعني وما فيش أصلا أتكون لإسم اللاعب ده أساسا بس النهاردة وقفت عند حاجة مهمة مهمة وهي صفحات كتيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مضللة وكاذبة وبتعمل أزمات بدون مسئولية بس بحاول أختار الألفاظ عشان كده بتكلم ببط يعني بمعنى إيه يا جماعة لازل تبقى حضراتكم عارفين إنه الصفحات دي بتحاول طول الوقت تثير الجدل بتحاول تكسب بتحاول تكسب فيه كتير من حضراتكم ما يعرفش إن الفيديو اللي بتخش تفرج عليه ولا البوست اللي انت داخل تشيره ده من وراء اللي أدمن بتاع الصفحة دي أو صاحب الصفحة يعني بمعنى أضق يعني أو معنى أسهل بيكسب من ده فلوس فلوس عملة صعبة كمان بالمناسبة يعني بياخد من فيسبوك فلوس بياخد من إستجرام فلوس بياخد من تويتر فلوس كل ما المشاهدات بتاعته بتزيد سواء على البوست أو على الفيديو أو على الصور أو 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 التفاعل يعني بيكسب فلوس طيب الأسهل إيه؟ الأسهل إن أنا أعمل حالات جدل إن أنا أكذب إن أنا أقول إشاعة فالناس تروح تتكلم عنها إن أنا أقول تصريحات على لسان مثلا أي حد مشهور ما يكونش ألها فالناس تتنرفس يعني تنقلها مع أكثر من وسيلة إعلامية أخرى على الصفحات يعني على السوشيال ميديا فالموضوع يكبر عشان ياخد فيوز مشاهدات طيب كده كده ده هيفضل موجود كده كده ده هيفضل موجود بس دور حضرتك بقى إيه؟ أول ما تشوف مثلا يقول لك إيه؟ كريم قال تصريح في برنامج كذا 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 بيقول فيه إن فلان ده وحش وفلان ده صعب وفلان ده سيء وواء تم تدور على الفيديو اتأكد قبل ما تقول كريم ده غلطان مثلا طيب حد مثلا زي النهاردة كده اللاعب دوت واخد سكينشوت هو على الصفحة دي على البيج دي ويقوله إن اللاعب يقول كذا 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 وإنه منتخب مصر ما استدعوش ومنتخب الأسباني هو اللي استدعاه طيب روح دور على الأكاونت بتاع الراجل ده الأكاونت الأصل وشوفه هو فعلا كتب كده ولا لأ ده أصلا ما كانش ده الراجل ما لنوش أكاون الراجل أصلا مش معروف الراجل أصلا مش موجود دي فكرة جات عند واحد فقال لك أنا هجيب بيها شوية مشاهدات حلوة دور ليه؟ عشان إحنا لو وصلنا للمرحلة دي من ناحية تانية إيجابية هيحصل إيه؟ طول ما أنا بنزل إشاعات على صفحتي والناس فرحانة بيها وبتخدها وبتشيرها وبتتكلم عنها هفضل كل شوية أعمل إشاعات لكن لو ما شفت اشتفاعل على الإشاعات دي هفكر بقى أنا عايز أخد فلوس خد بالك أنا عايز أخد فلوس من صفحتي على السوشن ميدي هفكر في محتوى سليم محتوى صحيح محتوى مفيد محتوى مفهوش كذب هفكر فنسبح مجتمع يفكر فالصفحات والمواقع والحاجات دي كلها بدل ما هتديك إشاعات وكذب وإنت تتداولها هيدوك حاجات ألطف وأهم وفيها أفكار كويسة وفيها أفكار إيه؟ آسف باي آسف